أتمنا صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش مجزو الأخبار من التليفزيون المصري أهلا بكم استقبل رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وذلك بقصر الاتحادية حيث عقدت جلسة مباحثات منفردة أعقبتها جلسة موسعة ضمت وفدي البلدين واستعرض الجانبان خلالها مجمل العلاقة الثنائية حيث تم الإعراب عن الارتياح لمستوى التنسيق القائم بين الجانبين وأعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية من خلال بيان مشترك أن الجانبين أكدوا على الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعبين المصري والسوداني باعتبارها مسألة أمن قومي ومن تم تمسك البلدين بتواصل إلى اتفاق قانوني عادل ومنصف وملزم لعملية ملء وتشغيل السد بما يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف أكد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أن العلاقات بين الشعبين المصري والسوداني قوية لا تتغير بتغير الأنظمة مشددا على أن مصر تدعم سودان بكل جهاته وليس جهة دول الأخرى وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بالقاهرة قال البرهان أن مصر كانت وما زالت تقوم بدعم الانتقال السلمي للسلطة في السودان ولم تتوقف بهدها مقدما الشكر للرئيس السيسي على الاهتمام المتواصل بالشأن السوداني ومشددا على أن أمن السودان وأمن مصر مكملان لبعضهما وأوضح أن الخرطوم ترغب في الانفتاح على كل دول العالم وتؤمن بأن أساس العلاقات هو التصالح والتسامح مشيرا إلى أن العلاقات بين السودان وأي دولة أخرى ترتكز على المصالح المشتركة قال الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلنسكي إن محادثات السلام بين أوكرانيا وروسيا مستمرة ولكن في الوقت الحالي ليس هناك سوى تصريحات فقط ولا يوجد شيء ملموس وفي خطاب تلفزيوني أضف زيلنسكي أن القوات الأوكرانية تتأهب لهجمات جديدة من جانب روسيا في منطقة دونباس أعلنت روسيا وقف إطلاق النار في مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة من أجل إجلاء المدنيين وقالت وزارة الدفاع الروسية أن هذا الإجراء من شأنه أن يسمح بفتح ممر إنسانيا إلى مدينة زابوريجيا الأوكرانية وأضافت أنه من أجل نجاح العملية الإنسانية فإنه يجب تنفيذها بمشاركة مباشرة من ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واللجنة الدولية للصليب الأحمر أعلن رئيس المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع الروسية الجنرال ميخايل ميزينتسيف أن المسلحين في خاركيا يواصلون استخدام المدنيين كدروع بشرية مشيرا إلى أنهم يجهزون نقاطا لإطلاق النار في الشقاخ السكنية بأمر من السلطة في كييف ويهددون السكان بإطلاق النار عليهم حال معارضتهم وقال ميزينتسيف أن سكان خاركيا محاصرون ومحتجزون كرهاء من قبل المسلحين كدروع بشرية ولا يمكنهم المغادرة عبر الممرات الإنسانية كما تتعرض سيارات المواطنين الشخصية لإطلاق النار من الأسلحة وقذائف الهون أعفي مدير المخابرات العسكرية الفرنسية الجنرال إيريك فيدوب من منصبه على خلفية ما اعتبر تقسيرا فيما يتعلق بالعملية العسكرية الروسية ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر عسكري قوله أن مدير المخابرات العسكرية دي أر أم سيغادر منصبه فورا نشرت الجريدة الرسمية التونسية قرار الرئيس قيس عيد بحل البرلمان بعد ثمانية أشهر من تعليقه عمل البجلس وتوليه السلطة التنفيذية بالكامل جاءت الخطوة عقب تصويت أعضاء البرلمان لصالح إلغاء المراسم الرئاسية التي تعلق عمل البرلمان في تحدي صريح لسعيد وذلك خلال جلسة عقدها عبر الإنترنت ووصفها سعيد بأنها تآمر على أمن الدولة ختم موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي في قرات صباح الخير يا مصر وبعد الفاصل